السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزكرة ان شاء الله اربطنا بخير. نكمل مع واضح ان شاء الله انهاردة محاضرتنا في سايكو. مش مش عارة صراحة تبقى الاخيرة ولا يبقى فيه محاضرة تانية. بتتكلم على الدكتور العلاقة بين الدكتور والمريض. طبعا احنا بنترس العلاقة بين الدكتور والمريض. لان هذه العلاقة مهمة. مهمة جدا يبقى فيه العلاقة جيدة او طيبة بين الاثنين. العلاقة الجيدة بيتباني عليها حاجات كتير. يعني العلاقة الجيدة مثلا بتحسن الفيزيكال هيلس بتاع العيان بتحسن صحته الفيزيكال الجسدية العادية والنفسية كمان الفيزيكال والسايكولوجيكال. يعني دايما عندنا مثال كده في الارياف اللي هو انا لما بشوف الدكتور ده بتحسن. ليه? احساس بس الراحة بين وطريقة كلام الدكتور مع العيان بتحسسوا بالراحة. بيحسسوا انهم مش عيان. بيفهموا بالراحة. بيتكلم مع بالراحة. ده ليه هدور مهم في الجانب النفسي للمرض. اللي بتؤدي بعد كده لتحسين حالة العلاج. تحسين الحالة المرضية بتاعت المريض. احساسا المريض جاي لك عشان يخف. فمن ضمن الحالة اللي بنلعب عليها هو الجانب النفسي. تبقى? تانية حاجة ان العلاقة الكويسة بين الدكتور والمريض بتحسن بتحسن السمتم ريزوليوشن. اللي هو الاعراب بتاعت العيان بتبدأ تخف. لو هو مرتاح نفسيا. والدنيا متضبطة معه. زي ما قلنا. لو هو عنده كرونيك ديزيز. مرض نزمن زي عنده ضغط. مثلا عنده سكر. عنده مشاكل في الكبد في الكلا. عنده مشاكل في القلب. حاجة كرونيك. ما هوش بياخد دواء يخفن منه. هو بيفضل مشاكل على دواء. يعمل كنترول للدزيز. يبدأ يتحكم في الدزيز. حاجة ازا السكر. مثلا ما يحتاجين السكر ما يزيدش عن كذا. يفضل فرنجي كذا لكذا. فبندي مثلا اورال هيبو غليسيميك او انسيوليون او كده. فالعلاقة الجديدة بين الدكتور والمريض بتعمل كنترول للكرونيك ديزيز ده. كويس بتحسن الكنترول بتعمل الكرونيك ديزيز. كمان بتخلي العيان يعني العيان بيسمع كلامك. لما بتقوله على دواء بياخده. لما بتقوله اشاعة وتحليل بيعملها. لما بتقوله على عملية بيعملها. عيان بيسمع الكلام. بياخد الدواء بتاعك. يعني ممتسل لامرك. كما قلو كده بالمعنى للخرف. بتخلي فيه من المريض. يعني بتخليه راضي عنك. تخليه مرتاح لي. لا علاقتك معها كويسة. هيخرج من عندك. هيقول لك. والله دكتور ده شاطر. هذا شخصني. هذا تعال معايا. هذا فهمني. مش عارفة. بدلا ما يطلع من عندك. يقول. والله دكتور حمار. وهياخد الرشدة بتاع تقاطيها. لان هو حاسس. من طريقة كلامك معاه. ان انت اما مش فاهم. مهزوز. بتتكلم معا. مش كويس. فلو العلاقة جايدة بينك وبينه. ده. هتخليه من عندك. ستقلل برضو حتة. الاستخدام. اللي هو. اللي هو. لو العلاقة معها جايدة. هتخليه. مثلا ما يعملش تحاليل كتير. ما يجبش دواملوش لازمة. ما يعملش حاجة. ملهاش لازمة. التكاليف الزيادة. اللي ملهاش لازمة. هتقل. وهيقل معاك برضو. اللي يجي. اللي يجي. اللي اللي هو الشكوى. بتاعة المريض ليك. المريض ليش يشتكيك في النيابة. ليش يشتكيك في المحكمة. ليش يعملك قضية. لو كانت علاقتك معك. لان لو علاقتك معك وحشة. وحصل منك اي حاجة. ظهر عليه حاجة. مثلا انت عملت غلطة معه. غلطة طبية. او ظهر عليه مضاعفات لدوة او العملية انت عملتها. اللي يجي يشتكيك في المحكمة وفي النيابة. عرف عليك قضية. عشان ياخد تعويض منك. لكن لو علاقتك معك ويسا من الاول. يعني حاجة كذا مش هتحصل. عشان كده احنا بندرس اهمية العلاقة بين الدكتور والبشانت بتاعه. عندنا الموديل بتاع الدكتور والبشانت بتاعته. عندنا اربعة موديل. العلاقة بين الدكتور والمريض بتكون واحدة من الاربعة دول. اول حاجة هو البترنيليستيك. دي علاقة تقدر تقول ان هي اباوية شوية. يعني اي اباوية؟ يعني الدكتور عارف مصلحتك. الدكتور عارف الصح ايه؟ وهيقولك عليه وانت عمله. وما تعدش تنقش والجادل. طب ماينفعش كده طب ماينفعش كده. الدكتور هو اللي عارف البست ليك. هذا النمودي ينفع في حالات الاميرجنسي. حالات الطوارئ. مثل عيان في حدثة وينزف. ودخل في حيبو فليميك شوك. فالدكتور قرر ان هو هيديله بلد مثلا. في عشر مثلا تقول له لا انا مش عايز اخد بلد مثلا. ان البرد في احتمال لعدوة او حاجة. طب ممكن البتاع الماء عملت لخبطه. وفي اجز في كس الدم. فانا مش عايز يتنقلي. لا هو هنا الدكتور عارف الصح لك ايه. ويقولك عليه. مريض مثلا. دلوقتي مثلا. في كسر. والكسر ده لازم يترد دلوقتي. لان العمل سيفير بين العيان. فعالشة مثلا تقول تناقش الدكتور. وتقول له طب ما يمزع الشيء. طب كده كده كده. الفوض هو عارف الصح لك. وانت تلتزم بك. طعم. النموذج التاني هو النموذج الانفورماتيب. ده تقدر تقول ان هو التفصيل شوية. لو انت بتقول للعيان المعلومات. وبتوفر له كل الداتا. وبتسيبه ياخد القرار. يعني انت دلوقتي العين جيدا. وفيه قرار المفروض التاخد. فانت بتعرفه طبيعة المرض بتاعه. والله هي حاجة مثلا. وحده عنده ارتجاع مثلا. والله هي حاجة الارتجاع ده يعني كذا ويعني كذا ويعني كذا. وتفهمه المرض يعني بالظب. والأوبشن اللي متاحة لنا. او الخيارات العلاجية المتاحة لك. انت مثلا تاخد دواء. انت تنظم مثلا نومك واكلك. وتعمل تمارين ومش عارف ايه. ان انت تعمل عملية جراحية. انت كذا. وتبدأ تقوله الخيارات المتاحة. وتسيبه هو اللي يحضي القرار. فهنا القرار العين هو اللي بيخده. القرار ليه هو. تمام؟ انت بس بتبدأ تعرفه التفاصيل والخيارات المتاحة. تمام؟ فيه بعد كده. انت متابع العيان وعارف حالته وعارف التفاصيل عنه. فتبدأ ترشح له الافضل ليه. بناء على حالته هو. يعني انت عارف البطر بالنسبة للعيان. مش البس. انت عارف البطر بالنسبة للعيان. بناء على اللي تناسب خصائصه هو. الكاركتر بتاعته هو. حالته عاملة ازاي. المشاكل اللي تحصل له. فانت عارف حالة العين كويس. وبتبدأ ترشح له الافضل ليه. هنا انت بترشح. لكن القرار مشترك. يعني مش زي ده. انت اللي بتاخد القرار. وهنا القرار للمريض. هنا القرار يعتبر مشترك. شيرد بينكم اثنين. انت بتبدأ تقول له انت حالته كذا وكذا. فالافضل ليك ان انت تعمل كذا. انت بتبقى فليكسابل معاه بقى. في العراق الانتربراتيب دي. بتبقى فليكسابل معاه. اللي هو لو اقترع عليك اقتراح تاني. بتسمع الاقتراح ده. يمكن عنده حق. يمكن صحة. مش عارفة. وهكذا. اخر حاجة هو. الديلبراتيب. في النموذج ده. انت بتحاول ان انت تصاحب على المريض. تتكلم بطريقة ان انت بتنصحه. او انت واحد صاحبة. وده بتبقى مناسبة لو انت عايز تعدل سلوك عند المريض. سلوكه معك مش كويس. طريق التعبير وطريق كلام ومش عارف ايه. فبتبدأ تستخدم مع الاسلوب ده عشان تلغي الكلام ده. بعد كده اعز نتكلم على الاسكس. اللي هي الاخلاقيات الطبية. اللي لازم تبقى موجودة في العلاقة بين الدكتور والمريض. اخلاقيات طبية. يعني قواعد. لازم تعملها. لازم تلتزم بها. من ضمن الاخلاقيات الطبية ديت. او القواعد ديت. اول حاجة هي الاوتونومي. الاوتونومي بالبلد كده يعني الحرية. يعني العيان حر نفسه. يعني هو حور. ياخد القرار اللي هو عايزه. نعم؟ احسنا. احسنا. انا ليس بأخذ الضوار. انا ليس بأخذ الضوار فلاني. لا تدريب الدول فلان. ولا احسنا. احسنا. احسنا لا تفعل العملية. لاعمل شيء عمالية. احسنا. 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 انا نقاد ان نسحبن منك عين الدم. على اللي نشوف عدد كرة الدم من خمرك. . نقول لokokd olrg. نحط على الفن. لايس للآر. حسنا. لكي نسحب منك ذلك، لا يمكنك أن تجبر المريض على شيء يجب عليك ارتجاع من الدرجة الرابعة والصحة أن تعمل عملية مثلا فأقال لك لا أريد عملية، لا أريد عملية، لا أريد عملية، لا أريد عملية لا أريد عملية، لا أريد عملية، لا أريد عملية فهو للأولوية لأنه يحدد القرار لنفسه الثاني هي الـ beneficence وهذا هو أن تخدم المريض، تعمل الصالح أو الصح للمريض أحسن حاجة للمريض أو أحسن قبشة للمريض مثلا أن الصح للمريض يتعمله كذا المريض يأتي لك مثلا بقرحة في المعدة والصح يمشي على BBI لمدة أسبوعية المريض يأتي لك مثلا بسكر والصح لأنه يمشي على إنسولين فأنت تعمل الصح للمريض أحسن حاجة للمريض تعمل هذا تقول له هذا الصح لك وكذا لكن أوقات يتعارض الـ beneficence مع الـ autonomy سأختار الـ autonomy يعني أوقات يبقى الصالح للمريض أو الأحسن للمريض هذا الـ beneficence معناها بالعربي الإحسان أن تختار للمريض أحسن حاجة تبقى بـ beneficence للمريض أوقات يبقى المريض لا يريد أحسن حاجة للمريض يعني أحسن أوقات بالنسبة للمريض هو أنه يأخذ كذا أو يعمل كذا ولمريض لا يريد أن يأخذ كذا يعني مثلا يأتي لك مثلا بانفكشة معاناة والأحسن مثلا هو أن يأخذ حق فالعين لا يريد أن يأخذ حق فأنت تبدأ لك فأنت تبدأ لقراس خلاص وحر فأنت تحاول في العلاقة أيضا أن تعمل الأحسن للمريض ثالث حاجة وهو النومال إفشيونس ما هو بالبلد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار يعني حتى لو لا تفيد العين لا تضرر العيائق ولا تفيد العين إذًا والمانيد لا تصنون هذه الخاصة لا تضرر فأنت تقوم بالبلد فأنت لا تساعد العين طالما لا تفيد العين لا تضروه وكما عدم الضرر مقدم على الفايدة يعني انت لا تضروه قبل ان تفيده انت لو لا تضروه ولا تفيده احسن من ان انت تضروه وتفيده بعد ذلك لدينا احترام المريض اخر شيء معنا وهي احترام المريض يجب ان تكون امين مع المريض ويجب ان يسق فيك هذه مبادئ او اخلاقيات يجب ان تكون في العلاقة بين الدكتور والمريض بالنسبة لدكتور بيشاند ريليشنشيب انا دلوقتي كدكتور ازاي يحسن العلاقة بيني وبين المريض بتاعي ازاي خليه يسق فيها يحترمني يسمع كلامي ايه الحاجات اللي هتحسن العلاقة بينه وبينه فيه شوية حاجات كده يعني ممكن تحسن العلاقة بين الدكتور والمريض بتاعه زي ايه؟ زي اول حاجة وهي الاكتيف ليسننج ايه لو انت بتسمع المريض كويس لما بيجي يقولك على حاجة بيشتك منها انت بتستمع له كويس ايه مش بتطنيش ولا تبص في تلفون ولا تبص جنبك ولا وشتك فيها فانت لما بيجي يقولك شكوية انت بتسمع له كويس تمام؟ ثاني حاجة وهي الامباثي ان انت تظهر اه ان انت تبقى متعاطف مع يعني عارف مثلا والله انا عارفين ان الحاجة دي توجعك تبدأ تظهر شوية مشاعر كده لي معلش شيء والله انا عارف ان الدواطة موحش مثلا بس هنعمل ايه لازم تاخدها حان تخيف والله انا عارف ان نريلك بتوجعك بس مثلا لازم نرفعها عشان تحركها عشان ما ينفعش تفضل من غير حركة كده يعني شوية التعاطف كده وتحسس ان انت حسس بقلم وحسس بوجعه مش ايه انت انت بتعيط لها و بتشتكي لها تحطيت حاجة صغيرة و حطيت حاجة بسيطة يعني اظهر له شوية من التعاطف و انت حسس بيه اه ثالث حاجة بتحسنها العلاقة بين الدكتور والعيان بتاعه وهي الهدوكيشن ان انت تهديوكيشن بتاعك تبدأ تعلمه تبدأ تعلمه عن طبيعة المرض بتاعه وعن خطة العلاج اللي هنمشي بيها وهمية العلاج و المشاكل اللي ممكن تحصل لو نخدش العلاج فانت لو بدأت تتفاهمه وتعلمه كده العلاقة بينك و هتتحسن رابح حاجة وهي الاجريينج على بلان انتو تتفقوا على خطة تلتزموا بيها او تمشوا بيها لازم انتو اتنين تتفقوا عليها ولازم العيان يتبعها و يلتزمها خامس حاجة وهي انت تتفقوا على المشاكل و هذا عشان نفسك يعني 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 مش ترياكتب زيادة ما تزودهاش في ناس هتلاقيهم مثلا اشخاص كل شوية يتصلوا بيك بيسالوك على ادفع التفاصيل لو كنت دكتور اطفال مثلا هتلاقي كل شوية الامهات مثلا بتتصل عليك تقولك مثلا ده البيبي مش عارك كذا ايه كذا ده كذا بيكون موسوسين و خصوصا او الحملة مثلا فيعني ما تبقاش افر رياكت بزيادة لو انت فتحت لهم المجال من اول مرة ده هيخليهم يسوقوا فيها زي ما بيقول عيان مثلا ممكن يبقى يعني يعني معادي لك او طريقته مش مناسب معادي فلازم تحط حدود كده بينك وبين العيان عشان ما يتخطهاش وعشان ده ما يضركش بعد كده في بعد كده ال ال السرية لازم تفاهم العيان مفهوم الخصوصية تقوله كل المثال انت بتقوله ده عبرة عن اسرار الخصوصية ليك وتفاهمه ان انت مش هتعرفها لحد عشان يبدأ يديك تفاصيلها تفيدك في التشخيص العلال يعني مثلا لو العيان عارف مثلا انه لو قالك ان هو بشر مخدرات مثلا انت هتقوله لحد فهو مش هيقولك وانت مش هتعرف امرأك عشان ده ممكن يوصلك لتشخيص معين ان اعراض مثلا اعراض اوعارد صعقك مثلا حتى بتاع سالسا expectations او اعراض مثلا توكسيسية من دواء معين او من مادة مخد später مثلا او مثلا نتيجة تعطيل لحاجة معينة ادتنى دمجن ان حagain فلو لم يوتى ثقة بينكم وقلت انpruchم الخصوصية ده وان تستمر بالنبحان کس Louis ولا يبدأ يتدافقوك الى الحاجات التي ستفيدك في التشخيص هناك مصطلحين ان البرو بنت تتكلم عليهم وليس موجودين في الكتاب وهو الترانسفيرنس الترانسفيرنس هو حاجة فرويد في نموذج نموذج ان البرو بنت ترانسفيرنس يعني انت ترى اللي قدامك على ان شخص تاني تبدأ تتعامل على هذا الاساس يعني ايه؟ مثلا انت كدكتور ممكن تعالج البشنط وتعتبر البشنط مثلا انه زي ابنك مثلا او ابنك مثلا بالفعل فتبدأ تعالجه على اساس ان هو ابنك او المريض يشوف الدكتور مثلا ان هو شخص صوبر او شخص هيرو هو اللي سيصلح له كل المشاكل في حياته فيتعامل على هذا الاساس فالترانسفيرنس ان انت تنقل مشاعرك اتجاه شخص معين مثلا للدكتور او الدكتور ينقل المريض فالترانسفيرنس فيه بالبوزيتف وفيه بالنجاتف وفيه بالبوزيتف بوزيتف انه انقل مشاعر ايجابية تجاه الشخص انا كدكتور كنت احب ابني فشوفت مريض عندي مثلا ان هو شبه ابني او تصرفات ابني فابدأ اعالجه على اساس ان هو ابني او تحسن الخطة العلاجه النجاتف او هو المشاعر السلبية انه مثلا يشوف الدكتور على انه شبه ابوه فهيبدأ يقول له انت تحبطني وبتقول كلامي ازعلني زي ما بيعمل ابوه بالضبط مثلا الترانسفيرنس ان انا ابدأ ااخد رد فاعل اه تجاه حاجة معينة انه مش عارف او صلباته انه انا كدكتور مثلا اشوف العيان وهو بيحكي تفاصيل حاجة معينة مثلا اشوفه شبه 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 ابنت مثلا او كده وهو بيحكي لي تفاصيل حاجة او اعمالها انا اغضب منه او ازعل او اصب الاحباط انه هو عمل كده يعني انا بدأت ازعل من افعال المريض عشان انا ما اعتبره ابني مثلا مش بس انا ما اعتبره ابني دي بس دي اسمه ترانسفيرنس كونتر ترانسفيرنس ان انا ارياكت على ده اه وده غلط ده ممكن يعيق الخطة على الاجرية اه اه ايضا اه ايضا ان العيان يمتصر الامر الدكتور اه اه يتبع الدواء ياخد الدواء ده تأثر عليك يعني العيان ياخد الدواء لو انه بخير اذا العلاقة مع الدكتور كويس وتعاول معده وفهمه طبيعة المرض وطبيعة الدواء سيبدأ العين يسمع الكامل واخد الدواء لو الدواء لا أعراض جانبية وليس طعمه وحش وليس يوجعه مثلا سيبدأ ياخد الدواء لكن على العكس لو الدواء لديه أعراض جانبية مزعجة لو الدواء يأثر على شغل العين على الـ function يأثر على يومه مثل الأدوية التي تنينها والعين سواه فلا يمكن أن يطلع الشغل لكي ياخد الدواء والدواء يقوم بعمل أعراض جانبية مثلا حلوسة مثلا تشملجات في الإيد مثلا وهكذا وده مصرع العين فده ليس يطلع ياخد الدواء ولا يقوم بلائد عليه حد في العلاء قال له هذا الدواء ليس جيد أو يقوم بعمل كذا فده ليس يجعله ياخد الدواء على العكس أيضا لو حد رشاء نصحه بالدواء وقال له أن الدواء جيد سيجعلكم بلائد عليه سوف نرى الباور لكي نطلعنا على هذا الدواء أول شيء هو الدكتور بيشانت ريليشنشيب قال لك أن الكميونيكيشن الكويس بين الكميونيكيشن الكويس بين دكتور والعين بتحسن الإموشن والعين بتحسن نظام المحكين بتحسن نظام الكميونيكيشن بتحقل بتوضيع Logitis بتحسن بتتطلب النظام بتقلل اليوميكيش يعني رابط العلاقة بين الدكتور والمريض شيء مهم في مورس الطب العلاقة الإفكتف هي العلاقة جيدة بين الدكتور والمريض يعني رابط العلاقة هي المشاعة التي تظهر متناغمة لتحسن الخطة العلاجية الموديل بين الدكتور والمريض أول شيء وهي البترنيليستيك هي العلاقة الأبويشوية هنا يتعلم أن الدكتور هو اللي عارف البست بالنسبة لك هو هيوصف الدواء بالنسبة لك وانت المفروض المتوقع منك ان انت تمشى الدواء وتسمع الكلام من غير ما تجادل المفروض اللي يجب أن يسأل معظم الأسئلة وهو اللي يكون من قاعدة في الهتمام من الأسئلة في الـ Informative Mode، هنا انت بتوفر للعيان المعلومات وتقول له انت مرضك كذا ونقوم بتفضيله والامشان مباشرة لك كذا وتسيب هو ان يأخذ للعيان هذا يكون حدوث بالـ One Time Consultation حد يستشيرك في شيء أو يأخذ رأيك في شيء بعد ذلك الانتر بريتف موديل الانتر بريتف ده ان الدكتور عارف الاحسن ليك بناء على الكاركترستك بتاعتك بناء على الحالة بتاعتك وعارف الاحسن ليك فيبدأ يقول لك الركومنديشن بالنسبة لك ايه يعني احسن احسن ترشيح بالنسبة لك كويه الدكتور في النموذج يبقى فليكسبل بيسمع الكلام بتاعك وبيسمع الاسئلة بتاعتك وبينقش معك الخطط البديل والقرار هنا بيبقى بين الدكتور وبينك مش الدكتور اللي باخده الوحدة في الديليبراتف موديل هنا الدكتور بيتعامل على انه صاحبك او ناصح ليك عشان يبدأ الدكتور يعني بيبدأ يستخدم النموذج ده غالبا عشان يبدأ يموضيفي البيهيور بتاعه الاسيكس المفروض الدكتور يراعيها في العلاقة بالمريض الحاجة اللي قلنا عليها ان انت عارف ان حقوق المريض او من ضمن حقوق المريض ان هو حر نفسه ان هو اللي يقرر ياخد ايه بالظبط او هو اللي يقرر ايه اللي تعمله هو عنده الحق في انه هو يبقى والفوايد وكمان التكاليف بتاع الاوبشن المتاحة تعمل بعد كده البيهيشنس ده اللي هو المفروض ان انت تعمل احسن للمريض شوف ايه اللي احسن بالنسبة للمريض وتعملها بعد كده في النوم مال افشنس اللي هو لا ضرر ولا ضرر ما تعملش ايه حاجة هتؤدي الى ضرر العيان قاعدة من القواعد الاساسية في الاخلاقات الطبية ان انت اول حاجة ما تضرش للعيان بعد كده فيده مش تضره عشان تفيده مش تقول له مثلا ان انا والله هعمل لك المانوفر الفلانية وهي تسبب لك ضرر كذا بس احنا هندعالش كده طب ما انت سببت له ضرر ده ما ينفعش بعد كده احترم المريض بتاعك والاشخاص والثقة تبقى موجودة والامالة بيكون بين المريض ايه الحاجات اللي تحسن العلاقة بينك وبين المريض زي ما قلنا الاكتيف ليسنينج تبقى مستمع جايد بنسبة له ان بثيه تظهر تعاطف وتبدأ تفاهمه ان انت مستوعب الوجع بتاعه والدسترس اللي هو فيه وتحاول انت يعني تبقى متعاطق معه شوئية ايديوكيات البيشان بتعلمه عن طبيعة المرض بتاعه وعن الخطة العلاجية بتاعته ده بيحس ان العلاقة كويس وده اللي بيخلي العيان يعني يعني يسمع كلامك بعد كده ويمشي على هذا اللي انت كتبههه المفروض انت بتبدأ من كلامك معه والشكل والبس وتبدأ تفهم طريقة تفكيره ومشاعره وموطق قضاياته وبتبدأ تديله المعلومات اللي تناسبه عشان المعلومات اللي تناسبه بالنسبة للمرض عشان يبدأ يسمع كلامك بعد كده المعلومات اللي تناسبه المعلومات اللي تناسبه المعلومات اللي تناسبه وهنا تفهم المعلومات اللي هو ما تتصرفش زيط على النزوك يعني ما تبقاش شامعة تحترق لاجل الاخرين زي ما يقولوا كده حط حدود بينك وبين المرضى ان مثلا ممكن تلاقي مثلا تبقى دكتور نيسا مثلا تلاقي العيانة كل شوية بتتكلمك على وطسة مثلا تتسألك على حاجة وحياتنا لازمة مثلا لو كنت جرجير العيانة تطلع قدرة مثلا حاجة انت مش فاضل للكلام ده مثلا فحط حدود بينك وبين المرضى لان بعض العيانين ممكن يكونوا او ممكن يكون يسأل شخصية من ضمن الشخصيات اللي اخذناها قبل كده شخصية اللي اتمنى عليك في كل حاجة في كل قرار او هذا الشخص عدواني ومعادلية فلازم تحط حدود بينك وبين المرضى فاكده اللي هو الخصوصية او السرية بتاع المريض لازم تعرف المريض وتتناقش معها على ان في خصوصية معينة ان اللي انت هتقوله انا مش هعرفه لأي حد وتقوله ده عشان يبدأ يسق فيك وعشان يبدأ يقولك كل حاجة ان ممكن حاجات خصوصية تفيد في التشخيص تمام؟ والمفروض ان الخصوصية ديات ما تطلعش او ما تكشفش سر العين الا في حالات معينة بس مثلا اطلبت منك قانونيا شاهدتك في محكمة مثلا او في كلاينك الراوند مش هنكش في العين الا لو طلبة شاهدتك وعايزين نعلمه الترانسفيرنس والكاونتر ترانسفيرنس في السرابي ترانسفيرنس هنا يقولك انه ممكن يساعد او ممكن يعيق العلاج ترانسفيرنس ده ظهرة بتحصل لما تنقل مشاعرك from a significant person in your childhood to someone else انه حد في طفولتك او حد في حياتك لديك مشاعر ناحيته فتنقل المشاعر للشخص تاني مثلا انت كدكتور مثلا شفت المريض على انه يدك مثلا على انه اخوك على انه اختك انت لديك مشاعر تجي اخوك اختك فتبدأ تنقل المشاعر ديت من الشخص ده للشخص ده وتبدأ تعالجه على هذا الاساس اقول لك انسرابي او كانت ترانسفيرنس تنقل المشاعر ايجابي تنقل المشاعر سلبية كونتر اللي هو تظهر رد فعل تجاه افعال المريض نفسه اه بقول لك هنا الكونتر ترانسفيرنس بتحصل كونتر ترانسفيرنس انت بتبدأ تطلع الاسترابيست هنا اللي هو الدكتور بيبدأ يطلع مشاعر تجاه الكلاينت تجاه على ناس مهمة في حياته على الكلاينت يعني هو مثلا بيبدأ يظهر غضبه او حزنه او احبطه من بنته مثلا يبدأ يطلعه على العيال اه بقول لك اه 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 حد الترانسفيرنس ديت حلوه وممكن تخلي الدكتور مثلا يتعامل مع المريض باهتمام شوية بس لازم انت تعملها تشك كل شوية مهم جدا انت تعملها تشك كل شوية عشان ما تبدأش تعيق الخطة العلاجية او تخليك بزيادة لدررة ان العيال لو حصل له اي حاجة تبدأ انت تتأثر تماما اقول لك ازروايس اه اه الحكم والرياكشن بتاعه على الكلاينت سيبدأ يتأثر مهمة ممكن حاجة معينة مثلا نعملها في العادي للمريض بنانا على مرضه لا نعمله لان الدكتور تعلق بالمريض بقى مشاعر بينه وبينه بقى خايف عليه مثلا من خطر عملية من دوام عين مش عارف ايه فلازم تشك العلاقة دي كل شوية بعد كده البوزة الترانسفيرانس هذا يقول لك انه قمان في بداية العلاج لما الكلاينت اللي هو المريض يبدأ يشوفك كشخص هيرو هيبدأ يحلل كل مشاكل شخص يتمتع بكل الحكمة وكل المهارات المطلوبة ان انت توفر له احتياجاته البوزة الترانسفيرانس ده هيرو بالنسبة لك عشان الكلينت بيشوفك ان انت ان انت هتنقذه يعني ان انت هتعمل له كل الطلبات فده بيخلي اسمع الكلام و بيخليه بقى مبادئة معك فده بيبقى مفيد في الخطة العلاجية النية الفات ان انت بتنين المشاعر السلبية من تجاه شخص معين للدكتور مثلا الكلينت مثلا ممكن يقولك كمثال ان هو you are to get me and make me feel wrong all time دايما بتحبطني و دايما بتحساسني ان انه غلط طول الوقت زي والد مثلا كمعالج نفسه فده انت نقلت مشاعر سلبية تجاه والدك للدكتور بتاعك كمبلاينس كمبلاينس يعني ان انت تنترسل لقوابرا الدكتور ان انت تتبع كلام الدكتور ان انت تتبع كلام الدكتور ان انت تتبع كلام الدكتور ولكن كمبلاينس is more likely when there is agreement and confidence regarding medical diagnosis and prognosis كمبلاينس كمبلاينس يعني الدكتور العيان بيسمع كلامك لما يبقى متفق معك ووصك فيك ويوصك في قرارك وفي تشخيصك وفي الدواء بيحسن العيان ممكن يوقف دواء هنا يبدأ يكلمك شوية كلام انشاء انا لم اعرف كل الكلام اللي جاية كلام انشاء عن معنى ومعنى كمبلاينس ويوصك في العيان مش كمبلاينس كمبلاينس الناس اللي حواليه ومعتقداته تجاه الادوية وكده ده ممكن تأثر على كمبلاينس واحد من اعتقد مثلا انه لو خد دواء معين هيتعود عليه لو خد دواء ضغط هيتعود عليه وهو لازم ياخد دواء ضغط عشان يقلل ضغط يقلل ضغط بالنسبة له فهو يقول لك لا انا ده ممكن يعمل لك كذا ممكن يعمل لك كذا الهلس بليف والبهيفيور ممكن تأثر على او تقلل العيان بيقول لك لو في شخص في العيلة بيصبورت الميديكيشن يعني واحد بيقول لك ده والله ياخد الدواء ده انت لو مشيت عليه مثلا هيخففك ده هيعمل لك كذا ده الدكتور ده كلامه صحيح ده مش عارفه ده بيخلي العيان المعتقدات بتاعت الشخص تجاهل الطب وتجاهل فعويت بتاعت الدواء وكده ده بتحسن الكمبيلانس تعامل لو الانديفيدوال وقف الدواء بكوزة مكهم او هير دروزي مثلا ممكن الدواء بيأثر على العيان بيخليه نام مثلا ده ادوية اللي هو الانت يستمينك ديات بتقفل الاستمين في البرين فبالتالي بتدروخ العيان فالعيان ده ممكن تأثر على الشغل بتاعه تخليه نامه ما يقدرش بيه بيشجر او تقلمتي ده مدروخ وبسوق فده يخلي العيان لا يأخذون الدواء تتحدث بيبويون تحسن الانتجاة التحلال من يستطيعون الديكترا او انهم معتقاضات دينية تجدهم لا يعملون بيشجر المتجنز غالباً لا يسمعوا بالدكتور هذه الأدوية والكومبلائنس وكذا لا يمشي الشعرين هنا يقول لك بالنسبة كبيرة الكومبلائنس يعتمد على العلاقة بين الدكتور والمريض لو العلاقة الكويسة العين سيبقى كومبلائنس معك وهيبقى غز مع الكلام مثلاً أنت توضح فوائد جلسات الكهرباء مثلاً عينين مثلاً 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 ويحتاج جلسة الكهرباء فانت تبدأ تتوضح له جلسة الكهرباء ليس كما ترى في التلفزيون وتبدأ تتوضح له فده سيسمع الكلام ويأخذ جلسة الكهرباء ولكن لو قلت له مثلاً انت تعيين كذا وتعالى نديك جلسة الكهرباء طبعاً من الخلفية عن جلسة الكهرباء ويقوم بعمل العينين غالباً لا يكملون في حيار الشخص يسمع الكلام ويبقى ويقوم بعمل معك عندما تدامه هذا يساعد المريض أن يبدأ يحسن أنه يحسن كان يشكي مثلاً من مربطيشة فدت له دواء حدى زيادة ضربات القلب او الرفرفة اللي حساسة في قلبه دت له دواء يخفف له الوجع اللي عنده دت له دواء يهدي الكحر اللي عنده دت له حاجة تريحه فده هيخليكم بلايت هيخد الدواء ويكمل فيه عشان هو يرتاح عليه مثلاً لما بيبقى في فاميلي سابهورد لما الدواء بيمنع الريلابس عين مثلاً كرونيك عين عنده مرض كرونيك بيظهر في الريلابس مثلاً مرض الزيبة الحمرة بيحصل في الريلابس المرض بيحصل زي ايه؟ معاناها بالعربي انه يبقى ماشي ماشي كويس ومرة واحدة يبدأ تظهر على اعراض فهو يمشي على الدواء عشان الريلابسي ما تحصلش اقول لك هاويفور في بعض الناس ممكن لا تمشي على الدواء زي ايه؟ زي الناس اللي هما دسترزت بالصاد افكت بتاعت الدواء اصاد افكت بتاعته مثلاً ببلغ زعاج اه وغالباً دي زي السيكاتريك ميديكيشن وانه يدعى على الوظيفة بتخليه ما يقوم بالوظيفة للطبيعة فيبدأ العيان يبقى عندي قلت لك انه تحت اهو مثل الدروزي نسو بتحصل معه الالد جينيريشن انت سامن اقول لك اتزائن افكتب افميديس ان افارتكولار لزوسفور مينتال سوردر اضر الان و الكمسايد افكت مثل العين اللي يدخل مثلا من الدواء هى العين اللي يحصلون على افولانترا موفمينت زي المصل تويتش وزي المشكلة في الاتزائن ولا يقدرش يقف ايضا يقول لك ان الكونسيومر يحسوا ان الان اقراج فليا من اخذ الدواء ممكن لديه مشاكل مالية الدواء غالي عليها وكده كل دي حاجات ممكن تخليه ما ياخدش الدواء يعني مثلا عائل الامبريس دي ده مثلا وحدة مثلا عندها مشاكل في الأوفري مثلا وتأخذ COC مثلا ادوية منها الحاملة او ادوية للجهاد وده مش عشان مش عشان حاجة هو بس عشان المشكلة بتاعتها تستدق ان هي تاخد الدواء ده بس هي محرجة ان هي تاخده مثلا او حد بياخد ادوية من الصورة ده مثلا ان ادوية دي غالي فدام عصر عليه ان هو ياخد الدواء او ان هو يكمل او ان يشاريه كل شهر في بعض الحلقات لما العين يبقى نقوم بلايد ساعتها بيبقى غالبا يعني بنمشي حسب توصيات الدكتور ويبدأ العين يفقد حتة الاوتونومي دي ان هو حر يعمل اللي هو عايزه يعني العين بدأ يضر نفسه وبندا ان تنقرش مع عائلته ان الصحة كذا والغلط كذا وضع له النام واضح فالعمال الله وبركاته دعوني اشتركوا في القناة